من أهم الأخلاق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم العفة ففي أسئلة هرقل لأبي سفيان وسألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال هرقل وهذه صفة نبي والعفة هي النزاهة والكف عن القبيح والامتناع عما لا يحل ولا يجمل ولا يكون المسلم تام العفة حتى يكون عفيف اليد واللسان والسمع والبصر فعفة اللسان بترك السخرية والغيبة والنميمة وفحش اللسان وعفة البصر بغضه عن المحارم وعدم التطلع إلى ما في يد الغير وعفة السمع بترك الإصغاء إلى الحرام كآلات اللهو والتجسس على الآخرين وعفة اليد والجوارح بألا يؤذي بها أحدا ولا يستخدمها فيما لم يأذن فيه الشرع ومن العفة الحياء وستر العورات قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما ولحفظ العفة أمرت النساء بالحجاب وحرمت الخلوة بالأجنبية قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ولصيانة العفة حذر الله من اتباع خطوات الشيطان التي تقود إلى الفواحش قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون محمد إلا ف للمشاكل